يمكن كنت أنا في أول الحلقة بقول حاجة أقرب ما أشبه اليوم ببارحة البارحة دي كانت 13-14 الكل في حالة ترقب وبيد قاعد عمال مستغرب إحنا مترقبين إيه؟ هو وفاق أو رئيس ممكن ما يترشحش مثلاً طب هو هترشح هترشح النهاردة طب هيقول إيه؟ هو خلينا نقول إن اللي حصل الرئيس مبارح أو أول مبارح كان يعني قال كلمة كده والنهاردة الفنان أحمد فقط سليما لها لو قال له أنا الآن من الكلام اللي انت قلته لما قال يعني عندكم انتخابات ولو عايزين تغيروا غيروا يعني فبعض الناس قلقت لأنه الرئيس يمثل لناس كتير رغم ظروف الاقتصادية الصعبة لكن هو يمثل لناس كتير الأمان والسند والبطل والإخلاص والاختبار اللي هو كان فيه في 2013 واللي الحمد لله بفضل ربنا وجهد الكوات المسلحة ورؤيته وقراره وطبعاً الشعب المصري خلى ناس كتير ابتصد فيه وذاتاً الراجل على مدى يعني عشر احداشر سنة سواء وزير الدفاع أو مدير مخابرات حربية أو حتى وهو رئيس الناس تتوسم فيه الإخلاص والصدق والشرف والإنجاز يعني خلينا نقول أن المؤتمر على مدى ثلاثة أيام عرض حاجات كتير ردت كتير على التشكيك وردت كتير على المزاعم الوهية للبعض أطلقها وأحياناً موسم الانتخاب بيبقى فيه لغبطة وده أمر طبيعي يعني أنا عجبني رئيس جداً لما أتكلم النهاردة عن التنوع وأنه هو يحب يبقى فيه تنوع واحترامه وتقديره كبير لكل المرشحين المنافسين فإحنا النهاردة إحنا أمام خمس مرشحين محتملين بالإضافة للرئيس سيسا يبقى المرشح السادس فقدام ست مرشحين ده يعني ما كانش موجود مثلاً في 2018 ولا كان موجود في 2014 فدي فرصة للناس أن يتشوف برامج مختلفة ناس مختلفة موسم للفرز للفرز الإجابي بقى بعيد عن قلة الأدب والتجاوزات الفرز الإجابي اللي هو إيه تنحر الأفكار وأنا رأيي أنه ده مش حاجة يعني عيب ولا وحشة بالعجس حاجة كويسة جداً يعني إحنا كلنا بنعمل جهد بشري أو الرئيس بيعمل جهد بشري وحكومته تعمل جهد بشري وأي جهد بشري فيه إيجابيات وفيه أخطاء فلازم الناس تخش تقول بس الناس بقى تخش تقول بفهم وتقول بموضعية وتقول بدون مزيدة وبدون تجاوز خلنا نعمل مناخ راكي الناس في النهاية الشعب المصري هيروح السندوق ومحدش هيشوفه وراء السطارة وهيدي صوته فالناس اللي هتدي صوتها دي لازم تشوف نمازج مختلفة وبرامج مختلفة والحد تاني عنده رؤية مختلفة يقدر يعمل بديل خلي بالك إحنا أحيانا الناس بتقيس الحاجات بعيداً عن الظروف عشر سنين الدولة دي تصرف على مقاومة الإرهاب أو زي ما قال اللواء محمودة في وزير الداخلية النهاردة قالك إحنا كنا بنواجه الإرهاب وفي نفس الوقت بنواجه الجرائم الجنائية وفي نفس الوقت بنعمل تنمية صح والرئيس سيسي كان عنده حجة لو استخدمها وكانش حد هيقدر يعتبوا فيها في الكام سنة الأولانية لما كان الإرهاب شديد جداً كان الراجل الإرهاب موجود وهو بيبني الإرهاب موجود وهو بينمي الإرهاب موجود وهو بيخطط ما فيش مجال أعتقد في مصر إلا ما ذهبت إليه يد التنمية في مجالات إحنا ما كناش يعني مثلاً زي مشروع البلازمة زي مشروع يعني فيما وبعض فيه فيه سلع كتيرة عملنا منها اكتفاء ذاتي في الفترة اللي فاتت أو قربنا من الاكتفاء الذاتي فيه تحديات فيه تحديات هل كل حاجة مشت مية في المية؟ لا طبعاً الناس خلافها إيه من وجهة نظري الناس خلافها أحياناً في الأولويات لك كان مفوض نعمل ده الأول كان مفوض نعمل بس هو السؤال أنت عملت مثلاً تم صرف 85 مليار جنيه على المناطق الخطرة اللي هي العشوائيات عشان تبني أماكنتها لو أنت بتتكلم عن حد من من الاقتصاديين ممكن يشوف أن ده مش حاجة كويسة يعني أنت بترمي فلوس في الأرض هم هم والناس ممكن تبص كده تقول لك أنت صرفت الفلوس فيه لكن أنت نميت ناس وأنت لو أحركك كده هتفتكر وقعت المؤطة لما حصل وقعت السخرة في الأشويات مصر كلها بكت فأنت لما تلحق هذا الإنجاز لما تلحق الناس الفيروس سيوة توصل لدرجة بعد ما كان 14 فلوس تريبيا ما كانش فيه أسرة في مصر إلا ما كان عندهم ويجي يعني ببلاش كده ومصر تاخد شهادة بإخلاء هذا الفيروس اللي كان بيدمر دي كلها إنجازات ممكن تيجي على حساب الناس اللي بتتكلم ممكن تيجي على حساب حاجات تانية ممكن ناس اقتصادية أو استثمارية بس دي حاجات تهم الإنسان الناس اللي بتتكلم عن الإنسان لا ده حاجات بتهم الإنسان مصري الناس ما احترامنا لنا كلهم وكلهم على دماغنا من فوق اللي قاعدة دلوقتي في الأسمرات ولا بغيت العينة بقول حياتهم ما تغيرتش تغيرت بالكلية آه وحياتهم اتغيرت وإحنا كمان أو الناس التانية مبسوطين إن الناس دي حياتها تغيرت يعني اللي ما يبسها هو إزاي دي ممكن دي فكرة فعلا بتدور في بالي ومزعجة بالنسبة لي جدا جدا إزاي في حد لازال يتحدث أو يتصور إنه مكلوش لازمة ده يعني هو دول مش بني قدمين لا الناس برضو الناس أحيانا بتبقى عندها انتقار بعض الاقتصاديين أو بعض الناس اللي أفكارهم غربية شوية بيبقى حساباته واحد زائد واحد يساوي اتنين فيقول لك أنا حط فلوس مثلا في مصنع في حاجات طبعا معهم في حق في مصنع في بتاع يجيب فلوس وبعدين بقى أنقذ البناء أدمين الزهرين لكن انت كمان كنت في وقت زي الناس اللي بتعترض على المشروعات القومية بسيط دي انت كنت في وقت انت كمان مش بتعمل مشروعات قومية انت بتعمل بتدي أمل للناس وبتشغل الناس اللي رجعت من الخليج ورجعت من ليبيا ورجعت ده يعني انت وعندك كم كبير لو ما اشتغلوش هينزلوا الشارع فعملت مشروعات قومية جبارة واخبالك وبقى عندك حاجة أنا ما يعني الأمور دلوقتي أو حتى بعض المختلفين ما الرئيس السيسي ولي حاجة أنا بعتبرها يعني حاجة كويسة مش وحشة مختلفين حوالين أولوياته مختلفين حوالين شغلة عمل مش مختلفين محدش طالعا بيقولك ده ما ما عملش حاجة خالص أو مثلا ما فيش حاجة لو تفتكر زمان كنا بنتكلم إنه ما فيش مشروع قومي بيلم النس دلوقتي انت شفت حتى مشروع قناة السويس اللي الناس برضو طلعة تاني تقولك تكلفته زيادة ما كانش في لازم انت لو بتعمله دلوقتي هيتكلف كياب دي حاجة الحاجة التانية لأ أنا رأي أكتر من كده الحاجة التانية لأنك انت عملت في 14 والعالم كله فيه تضخم وزيادة في نسبة فايدة الحاجة التانية انت العائد رجعلك ولا مرجعلكش مش السنة دي لسه الفريق وسامة ربيع أعلن إن أعلى دخل والمستشار كمان القانوني صادقنا المشترك خالد وبكر أعلنوا إن أعلى دخل دخل القناة هزا العام بالدولار أعلى دخل طيب ده مش نتاج إن فيه قناة تانية تفتحت والرحلة بقت أقصر والبتاع ليه الناس بتحاول يعني تسفى من هذا وبعدين إحنا برضو القانوني ما اشتغلتش باللا ده اشتغلت بجهد المصريين فاكر لما الناس اشترت شهادات بالشركات المصرية وبالإنجاز والسنة كان فيها تحدي وأنا مع الرئيس لما قال إحنا كنا مندي الناس أمل فعلا إحنا كلنا كنا متوسمين كنا محتاجين أمل إن الشعب هذا الشعب وهذه الدولة بعد الثورتين قادرة تعمل حاجة وتنجزها في زمن قياسي وكانت انت عارف كمان قناة سويس ليها سابغة وطنية مش مجرد مشروع تجاري فالأمر أنا فاكر ساعتها حتى قبلت الله أرحمه الشعر الكبير عبر رحمه ابنودي في الافتتاح وكان مبسوط جدا انت عارف هو من اسم عليا وكان مبسوط جدا فالقناة كان ليها يعني مشروع وطني وليه تاريخ معانا ومشروع اقتصادي كبير ودق فيه ومشروع كمان شعب النس يعني اكتتبت فيه ساعات النس بتنسى المشاهد يعني بينسوا مثلا المشهد بتاع غناية عبدالح قولنا هاني ابنودي احنا بنينا السن العالي وهذا كان حلم المصر فلما حققنا كنا فرحانين فانا دايما فعلا عشان كده نبصل لمراحل الانزعاج ازاي بقى كان فيه عندنا حلم ازا قناة السويس وفعلا نعمله بادينا ونفرح لا ايه ناس تاني بترجع تقول لا يعني خلي بالك بقى خلينا نفتكر الراجل اللي كان بيقولك ده طشت واللي كان بيقولك مش عارف ده ايه والتفريعة والترعى مش عارفين لا وكمان يعني انا اقولك انا من الناس وشوفت ناس كتير كده يعني ما كناش برضو مسدقين قوي انه ممكن في ستة اغسطس هنلحق بعد سنة ننجز هذا الموضوع موضوع مسهل يعني ومع ذلك تم اقبال الناس على شراء الشهادات كان يعني كبير جدا اه الناس تقولك اه التكلفة زالت شوية اه زالت شوية لكن ما تيقررنا دلوقتي لو انت بتعمل بقى المشروع ده دلوقتي وبتغير في اولويات طب هل التكلفة دي رجعت من خلال السنين اللي فات من خلال ارباحك هنا زيادة فارباحك هنا انا متأكد ان هي رجعت